بعث رئيس مجلس النواب المسشار الدكتور حنفي جبال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح أسيسي لمناسبة عيد العمال وأكد جبال في البرقية أن عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة مشاعر العمل والتعمير والإنتاج وأكد جبال أن عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة المشاعر في التعمير والإنتاج متابعا أن الرئيس أسيسي له الفضل في الحفاظ على أركان الدولة واستقرارها وحماية مؤسساتها بترفوعه عن إثارة الغبار على الماضي ونظرته إلى المستقبل لبناء دولة قوية معاصرة